والآن ينضم إلينا عبر الانترنت سيد محمود مرداوي القيادي في حركة حماس سيد مرداوي يحييكا. والحقيقة أريد أن أستمع لتعليقكم لما حدث اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وإسقاط مساعدات غذائية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة عن طريق ثلاث طائرات أمريكية. كيف تنظرون لهذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه الخطوة الأمريكية محاولة لضر الرماد في العيون. من أولى وقف إرسال الذخائر والقنابل والسواريخ التي تقتل شعبنا يوميا لا يقل عن 150 شهيد بسبب هذه القنابل والذخائر؟ أم إرسال النظر اليسير من المساعدات التي في الغالب تقع في البحر أو تكون غير مناسبة؟ ولا ترسل للمكان المناسب؟ ثم من أولى؟ رفع الحصار وإجبار هذا الاحتلال الذي يتقوى بالموقف الأمريكي في مجلس الأمن؟ أم محاولة ضر الرماد في العيون؟ هذه المحاولة إن ساقت مع محاولات أخرى ليست ذات تأثير جذري. كل الدول التي تقوم بهذه المحاولات لديها فرصة لتقديم مواقف سياسية أقوى وتأثيرها أبلغ. والاحتلال يحسب حسابها ويتخذ إجراءات على الأرض فورية. فبالتالي هذه ليست ذات صلة فيما يجري. الأمريكي متهم من شعبنا بأنه يدير هذه المعركة. يطيل أمدها. يساهم في الفتك والإبادة بالقرار السياسي والدعم المالي والسلاح. كل مقونات استمرار هذه الحرب الظالمة المجنونة حرب الإبادة تعتمد على الموقف الأمريكي. وعندما يلجأ العالم للوضع الإنساني المتردي الغير مسبوك لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يأتي الصد الأمريكي في بيته جاهز لحماية الموقف الإسرائيلي. فبالتالي ظر رماد في العيون ليس إلا. لذلك لن يغير من موقف الشعب الفلسطيني وكل الشعوب التي طرأ في أمريكا. يعني مصدر الظلم مصدر الإبتهاد والاستبداد. ويعني كل احتلال واستعمار في هذا القرن. هو مصدر من الموقف الأمريكي الذي يشكل له درعاً حامياً وواقياً كما تشاهدون وتسمعون. أبقى معي سيد مرداوي. مشاهدين الكرام في هذا الخبر العاجل. مدير منظمة الصحة العالمية المدنيون والعاملون في مجال الصحة ليسوا أهدافاً. ويجب حمايتهم. ونحث إسرائيل على وقف إطلاق نار. إسرائيل قد قتلت أحد عشر مدنياً من بينهم اثنان من العاملين في المجال الصحي. وهو ما دعا مدير منظمة الصحة العالمية لهذه التصريحات. ورأى استهداف المدنيين واستهداف العاملين بالقطاع الصحي في غزة. أمر شائن. طيب سيد مرداوي هناك أخبار وتصريحات. ورويترز نقلت عن مصادر أمنية مصرية من أن غدا ستستأنف المفاوضات في القاهرة. وأن هناك وفد من حماس ووفد من إسرائيل سيصلان إلى القاهرة غدا لاستئناف المفاوضات. نعلم طبعا أن المفاوضات لا تكون بشكل مباشر. لكن ما مدى دقة وصحة ما نشر من قبل رويترز في هذا السياق؟ كادت الحركة موجودة في مصر وتذهب إلى مصر بشكل مستمر. ولا تنقطع الزيارات. وبحثنا عن مصالح شعبنا وإدارة هذه المعركة ووصولها إلى بر الأمان بما يحقق أهداف الشعب الفلسطيني وحمايته مستمرة. الموقف الإسرائيلي المتعنت الذي يضع عقبات أول شيء في الميدان من خلال الجرائم والمجازر التي يرتكبها. كلها هدافها إعاقة وتعطيل أي مصار سيؤدي إلى اتفاق. كل خطوة يقدمها نيتنياه وأنا أقول ومسؤول عن كلاني. كل خطوة يخطط لأن يتقدم فيها باتجاه الوصول إلى اتفاق فورا يعود ثلاث مقابل إلها. وهو يراوح ويمتهن دور الوسطاء ولا يتعاون مطلقا. فبالتالي إذا غير الموقف نيتنياه ومحدد نيتنياه على وجه التحديد الذي يخضع لسموتريتش وابن كفير والرئيس الأمريكي حدد هذا الإذعان. إذا تغير هذا وتخلص من هذا التأثير تصبح للمفاوضات قيمة ويوجد أمل لتحقيق صفقة تحقيق أهداف الجميع. أنت ما تقوله الآن على عكس ما تقول الأستوشياتيات بريس على سبيل المثال. ونحن نضع هذا الخبر على شاشتنا. وهو نقلا عن مسؤول أمريكي من أن إسرائيل وافقت مبدئيا على اتفاق وقف يطلق النهار في غزة والكرة في ملعب حماس للتوصل إلى هدنة. هل هذا صحيح؟ أول شيء. أي إطار لم نشارك فيه نحن. لم نشارك فيه وفي وضع أسسه. يجب أن نعرض على مواقفنا وأهدافنا. إذا تناسب معها تلقائيا نحن نحدد مواقفنا منه. في العرض الأول قدمنا موقف واضح وفسرنا ووضحنا وقيل عنه في وقتها أنه إيجابي ويبنى عليه ويشكل أساس للتفاوض. نحن متمسكون به ومستعدين للمفاوضات عليه. ولكن في ظل أجواء مناسبة. نحن لا نرى تغيير في الموقف الإسرائيلي مطلقا. لا نشاهد. لم يقدم لنا شيء. هم يقولون أنهم موافقوا على هدنة ووقف لإطلاق النار. وهم ينتظرون الآن ردكم على هذه الموافقة. يقولون نصا أن الكرة في ملعبكم. هذا مسؤول أمريكي للأسوشيات البريس. لم يقدم للمقاومة أي موقف من قبل العدو يبنى عليه حتى اللحظة. ولم يصلكم أي موافقة مبدعية من قبل إسرائيل على وقف إطلاق النار وهدنة وعملية تبادل للأسرى. هذا لم يحدث؟ أي تبادل للأسرى أو هدنة يجب أن يكون توافق واتفاق من طرفين المقاومة عن طريق الوسطى. ثم العدو الصهيوني. لم يصلنا رد على عرض قدمناه موافقة عليه العدو حتى يعتبر اتفاق قابل للتنفيذ. ما الذي سيحدث غدا في القاهرة في وجود وفد من حماس ووفد من إسرائيل مع وجود الوسيطين؟ الموقف الإسرائيلي المتمثل في موقف نتنياهو الذي سمعتموه أول أمس في مؤتمر صحفي واضح وممارسة جيش الاحتلال. وكل أركان حكومته من تصريحات تتوالى. ما لم تتغير لا يهم أي مكان ولا أي زمان. المهم الموقف إذا تغير وأصبح يوجد استعداد للأخذ في مواقف المقاومة المتعلقة بضروريات الشعب الفلسطيني. سواء في الشمال أو في الجنوب والتي تلقى تأييدا دوليا. أنا لا أتحدث عن الشعوب إنما في الولايات المتحدة وكذلك مجلس الأمن باستثناء الولايات المتحدة يكون في أفق للوصول إلى اتفاق. ما لم يعود أهلنا من النزوح إلى الشمال وتوفر لهم حياة كريمة ويضمن إعادة الإعمار وخروج الجيش. يعني بالأمس قبل ثلاثة أيام هذه العملية الإجرامية قتل الفلسطينيين وهم يتلقون المساعدات لأبسط ضروريات الحياة دقيق. يتم استشهاد مئة وسبعتاش وقابل لأن يصل إلى عشرات نظرا لوجود عشرات من الجرحى الخطرين. هل هذا يعني يمكن معه بناء اتفاق ما لم يخرج جيش الاحتلال من الكطاع؟ فبالتالي هذا مطلب أساسي وبرهن عليه الواقع أن وجود الاحتلال في كطاع غزي ممكن أن يدمر كل شيء. طب أي اتفاق يكون مناسب ويكون قد حقق لشعبنا أهدافه ومطالبه الحقيقي والإنساني ما لم تتضفك المساعدات والغاثة ويرفع سطوة العدو الصهيون عن هذه القوافل. ثم إلى أين ستذهب؟ تذهب إلى العراء؟ أم إلى بيوتهم ومنازلهم وأحياءهم؟ فيجب أن يعودوا. هذا موضوع مهم. طب اعودوا. وبعد ما نعمر ونعيد بناء المستشفيات وإعادة تأهيلها. هل يسمح لهذا العدو ونحن نتطفق معه إعادة تدميرها وإعادة قصف أهلنا؟ طب هذا يحتاج إلى وقف اطلاقناه. كلها مترابطة. ما لم تكن قد تحققت برؤية زمنية في إطار اتفاق واضح لا يمكن أن نتقدم. هل الموقف الصهيوني تغير وتزحزح عن هذه المواقف؟ نحن نراكب من رأس الهرم نتنياهو. لم يتغير شيء. لا زال يقول أن المفاوضات التي تجري هي فرصة وبيئة وفضاء للانتقال إلى مرحلة جديدة في استهداف الشعب الفلسطيني. هذا ما يقوله. يتنافى مع الانسحاب. يتنافى مع وقف اطلاق النار. يتنافى مع عادة الأهل وحمايتهم وتوفير الظروف المناسبة لهم. بالتالي لا يهم المكان ولا يهم الزمان. المهم الإرادة السياسية. هل لدى نتنياهو إرادة سياسية؟ لا يوجد. ونحن نعلم ذلك. هل يوجد إرادة دولية؟ هل الولايات المتحدة تريد أن تضغط على نتنياهو؟ لا تريد. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد. ونتنياهو ليس لديها أي إرادة سياسية حقيقية في الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى وإطلاق النار. لماذا حتى هذه اللحظة أنتم مستمرون في عملية التفاوض إذن؟ نحن لا نتفاوض مع العدو. نحن بشكل مستمر نتلقى من الوسطى عروض. لن نقبل عرض قدمة لنا. لكن إن لم تتغير المعطيات على الأرض ولم يأتينا عروض مقبولة قريبة تشكل أساس المفاوضات لا نعود برد. نتلقى ولا نرسل. هذه مسألة طبيعية. نحن قاتل ليس للكتال بذاته. شعبنا يصمد من أجل أن يصل إلى مطالبه. مطالبه عادل ومحقة. والعالم يؤيدها في الممتحدة في مجلس الأمن في كل المؤسسات الإقليمية والدولية. لا يوجد مؤسسات. آتي بمؤسسة واحدة لا تقر بمطالبنا. الآن العدو الصهيوني يلقى دعما كبيرا دبلوماسيا وسياسيا وماليا وعسكريا من الولايات المتحدة. وهنا بيت القصيد والولايات المتحدة تدعي وصلا بليلة أنها تريد اتفاق. والواقع ليس كذلك. خيارنا أن نصمد. أن نعم. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد محمود مرداوي القيادي في حركة حماس. كنت معي عبر الإنترنت.